موسيقى يسعدني أقولك أننا نجحنا برغم أنف الحقدين أكبر تجمع شهد العالم منذ وباء كورونا نبعمية طيارة هبطت لمطار شرم الشيخ 130 رئيس وزعيم وملك من كل قادة العالم وأكتر من 3000 صحفي ومصور بيغطوا المؤتمر بشكل حاصي عشان العالم كله يشوف موسيقى مصر قالت كلمتها خلال المؤتمر أنها قادرة تستضيف العالم فهنا من شرم الشيخ هنا العالم يتحدث موسيقى اتفاقيات واستثمرات ميسرة وخضراء وصلت بقيمة 15 مليار دولار وده مش كلامي الأمم المتحدة بنفسها هي اللي أعلنت الرقم ده موسيقى ده بالإضافة لأن المؤتمر كان فرصة عظيمة للقاءات مختلفة زي اللقاءات الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم وازاي اللقاءه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن كان لقاء مفيد للبلدين وبيحمل كل الود من الرئيس الأمريكي ومن ناحية تانية كان رئيس الوزراء برضو بيعقد لقاءات مع رجال أعمال مختلفين زي اللقاءه مع رجل الأعمال مايكل بلومبرينج ولنقشه مقترح إقامة مصر مؤتمر ترويج للاستثمار في 2023 في النهاية لازم أقول لك أننا نظمنا ونجحنا وفخورين ببلدنا أنها قدرت تخلي شرم الشيخ منصة العالم كله بيتكلم منها